الهدف الثاني العلاقات الأساسي بين النسب المسلسي للزاوي الحادي لدينا المسلس القائم A B C قائم في B تبهوا لعندية تاسر قائم في الزاوي B والساين الأي لو طلبت منكم نحسبه للساين الزاوي A تقولولي المقابل هي A المقابل على الوتر المقابل B C على A C لو طلبت منكم كوساين الأي كوساين الزاوي عفا C كوساين C رح تقل لك المجاور على الوتر المجاور للزاوي C مجاورة هي B C على الوتر A C شو بتلاحظ بين هادي ساين الأي B C على A C كوساين C B C على A C ما بتلاحظ متساويات ما بتلاحظ انه sine A يساوي cosine C وكذلك لو حبيت تجمع A و C شد مجموع مجموع تسعين ليش بيتزاوي تسعين انا مجموع زوايا المسلسية تاسع A زائد B زائد C 180 بي لحالة قائمة معناته بي لحالة تساوي تسعين شد ضل A و C ضلو تسعين معناته ان A و C زاويتان متا تامتان كذلك لاحظنا انه sine A sine C تساوي cosine A ويساوي A B cosine A وتساوي كذلك A B على A C اذا من اول وحدي لاحظنا انه sine A تساوي cosine C لاحظو sine ال A منكتبه تساوي cosine C تساوي cosine C وتساوي B C على A C ونلاحظ A و C زاويتان متتامتان كذلك لو حبينا نحسب sine C هي sine C المقابل A B على الوطر A C و cosine A المجاور على الوطر A B على ال A C كذلك sine C تساوي cosine A ولا تنسى C زايد A شد تساوي 90 درجة معناها C و A زاويتان متتامتان وهما حادتان ايش منستفيدنا لحكيه منستفيد مما سبق C زايد A اذا 90 درجة اي متتامتان نستفيد مما سبق انو اذا كان عنا X زاوي حادي فانا sine X يساوي cosine 90 ناقص X يا التاسع هاو جي الزاويتان ال X وال 90 ناقص X شد مجموع مجموع 90 يعني الزاويتان متتامتان فدائما sine الزاوي الاولى تساوي cosine الزاوي التاني بس كان عنا زاويتان متتامتان شو يعني متتامتان يعني مجموع 90 ف sine الزاوي الاولى تساوي cosine الزاوي التاني وال cosine الاولى تساوي sine التاني هلا مناخذ علي امثلي لحتى نحفظ هاي النتيجة ما مننساها ابدا ابدا كتير مهمة لنملأ شو يساوي cosine شو فراغ عم بنعبه هذا الفراغ بعدد مناسب انا قلتلك متى يكون sine زاوي حادي تساوي cosine اخرى اذا كان مجموع 90 معناته هون لازم نحط 60 ليش 60 لانه 60 زايد 30 تساوي 90 كما ناخد ميسال تاني sine فراغ يساوي cosine 45 شو الزاوي اللي بيكمل 45 45 تاني 45 زايد 45 90 يتممة اذا انا بدي يكون هادي الزاويتين متتامتين شو يعني متتامتين مجموع 90 كمان ناخد مثال ثالث sine العشرة تساوي مين تساوي cosine 80 مجموع 90 والساين الخمسطاعش sine مين تساوي 90 ناقص خمسطاعش خمسة وسبعين تساوي sine الخمسة وسبعين تمام اذا محتمل يجينا هيك سؤال فرا ويحطونا خيارات اربع خيارات ونحنا من نأة او محتمل يجي بطريقة تاني احسب اكس اذا علمت الزاوي اكس هي قياس الزاوي حادي اصغر من 70 من اوجد اكس من العلاقة الاتي انا عندي sine x يساوي cosine x زايد 20 شو قلنالكم عندكم بس شفتوا sine زاوية زاوية اخرى فالزاوية اكس و اكس زايد 20 متتامتان شو يعني متتامتان يعني مجموع 90 بروح بجمع اكس زايد اكس زايد 20 اكس و اكس يا تاسع 2 اكس 2 اكس زايد 20 يساوي 90 نقلت 20 للطرف التاني صار تناقص 20 90 20 70 نقسم على امثال اكس على 2 من السم طرفي المعادلة على امثال اكس 2 معناته اكس و يساوي 35 درجة وهو مطلوب قال اوجد اكس اوجد اها اكس و يساوي 35 درجة لدينا المسلس نتيجة تبخل عنده نتيجة اخرى لدينا مسلس A B C قائم في B لو طلبت منكم تحسبولي ساين المربع A زايد كوس مربع A يا تاسع لحالنا ساين A احنا بنعرف اشو يساوي يساوي المقابل على الوتر فلو قلتلك ساين A بتقليه يساوي المقابل على الوتر شو يساوي نكتبه ساين A تساوي المقابل هو B C على الوتر A C تمام بروح بروح بعود B C أو C B نفس الشي B C على الوتر A C باخد B C A C وبربع فبتربع البسط وبتربع المقاب تعال نشوف شلون نوجد اذا B C تربيع على A C تربيع بعدين جيت لكو ساين A كو ساين الزاوي A شو ساين A هي المجاور على الوتر كم قيمة المجاور يا تاسع المجاور للزاوي A هي A B على الوتر A C بروح باخد بربع ل A B و C بصير A B مربع على A C مربع اذا عوضت الكوسين في القانون ربعت لتنين للكسر الأول الكسر الثاني وزعت التربيع على بسط المقام لاحظوا المقام نفسه A C تربيع A C تربيع بحطوا على مقام واحد بصار B C تربيع زائد A B تربيع تعال نشوف عن راسب A B تربيع زائد B C تربيع وهو مسلس قائم مجموعة مربع طول ضلع القائم هو مربع طول الوتر لا يضلعين القائمتين يساوي مربع طول الوتر حسب فيه ساغورت فصارت A C مربع على A C مربع ويساوي الواحد معناها تأشو النتيجة الجديدة اللي تعلمناها ومهم كتير ساين المربع الزاوي A زائد كوساين مربع للزاوي A تساوي الواحد دائما ما ضروري بس A ما ضروري أين كانت X شو ما كانت الزاوي دائما ساين مربع زائد كوساين مربع وساوي الواحد هاي النتيجة اللي تعلمناها كتير مهم مهلا وحتى في المرحل السانوي إذا نصار تعلمنا قانونين القانون الأول كان ساين X يساوي كوساين Y حيث X Y زاويتان متتمتان قانون الثاني ساين مربع A زائد كوساين مربع A تساوي الواحد تبهوا لعندي خلينا نطبي القوانين اللي أخدناها حتى ما ننساها إذا فرضنا B زاوي حادي B زاوي حادي وعطيتكن كوساين الB 2 على 3 فأوجد الساين الزاوي B وتان الB على وات أوجدول إياها بس عطيتكن شو الكوساين تبهوا لعندي يا تاسع رح أحل بطريقتين الطريقة الأولى رح اعتمد فيها على القانون ساين مربع B زايد كوساين مربع B وساوي الواحد تبهوا اللي عند رح حل بطريقتين هاي الطريقة الأولى أنا كوساين الB عند إياها 2 على 3 بروح بعوضة شيل 2 على 3 وبربعة 4 على 9 إذا بعوض ساين الكوساين مشان إحسب بالساين إذا ساين مربع B زايد 2 على 3 للتربيع يساوي الواحد 2 على 3 للتربيع تساوي 4 9 بنقله للطرف الثاني ساين مربع B زايد 4 على 9 يساوي الواحد بنقل 4 على 9 للطرف الثاني مشان إحسب الساين مربع خليه في المكان لحاله بيصير عندي ساين مربع به يواحد ناقص 4 على 9 بوحد المقامات الواحد مقامه واحد بضربه بتسعة بصير 9 ناقص 4 5 على 9 فساين المربع B تساوي 5 على 9 تمام بيجزر الطرفين أنا ما بدي ساين مربع أنا بدي ياها بلا مربع إذا نطلع معكون يا تاسع ساين المربع بي يساوي يساوي 5 على 9 هلأ بيجزر الطرفين رح يجزر ساين مربع بي وال 5 على 9 تمام ساين مربع بي يا بني بي جزر بروح التربيع مع الساين بيضل بروح التربيع مع الجزر بيضل ساين البي جزر الخمسة خمسة جزر التسعة تلاتي بوزع الجزر على البص والمقام فساين البي إما زائد جزر الخمسة على تسعة ومحتمل يكون ناقص طبعا الناقص أنا مرفوضة لأنه زاويتي حادي فبس باخد الموجب ما باخد موجب ومرة سالب هي بطلع معي حلين ولكن برفض أنا السالب وباخد فقط الموجب فمعناها ساين البي ساوي جزر الخمسة على ثلاثة هيك بيكون أنا حسبت ساين البي ورح روح هلأ احسب التان عندي قانون كتير كتير سهل رح طبقه شو بقلي القانون بقلي القانون تان تزاوي بي يساوي ساين البي على كوساين البي فورا نطبقه ساين البي على كوساين البي جزر الخمسة على ثلاثة أنا حسبت ساين البي رح عوضه محله وعندي كوساين البي 2 على 3 بختصر 3 مع 3 بيضل جزر الخمسة على 2 هاي تاني البي هيك بيكون حسبت التان وحسبت الساين فيه طريقة تاني رح طبي طريقة تاني للحساب طريقة تاني عطيتك الكوساين البي هي 2 على 3 وطلبت منكم حساب الساين وحساب التاني تبهوا لعندي كيف بدي يحسبها كمان طريقة سهلة نرسم المسلس A B C القائم في A بده نصاين البي تمام بحيث يكون هذا المسلس القائم اشو خاصته بحيث يكون نسبة طول المجاورة الى الوتر 2 على 3 مين قال لي انا مو اخدت الكوساين البي 2 على 3 وكوساين البي هو عبارة على المجاورة على الوتر فمعناها تباخد نسبة طول الضلع المجاورة الى الوتر 2 على 3 طيب بفرض انا الضلع المجاورة لبي تساوي 2 من هي الضلع المجاورة لبي هي A B هاي A B تساوي 2 اخدت واخدت الوتر CB تساوي 3 تمام حسب فيسا غورس بطبق فيسا غورس على المسلس العنده مجموع مربعي طول الضلعين القائمتين يساوي مربع طول الوتر A C مربع يعني بدي طبق على فيسا غورس A C للتربيع زائد طول الضلع القائم 2 للتربيع يساوي مربع طول الوتر 3 للتربيع هلأ 2 للتربيع 4 3 للتربيع 9 فA C مربع يساوي 5 طرحت 3 مربع 9 ناقص 4 والجواب 5 إذن بما أنه A C مربع 5 فإنه بجذر الطرفين فA C يساوي جذر الخمسة فورا جذرته الطرفين فA C يساوي شو جذر الخمسة أكيد ما باخد الجذر السالب لأنه هذا طول ما بصير يكون سالب إذن A C يساوي جذر الخمسة حسبت مين حسبتو الضلع المقابل للزاوي بي حسبتو الضلع المقابل للزاوي بي هلا بروح بطبيق قانوني أش بيقلي ساين البي ساين الزاوي بي ساين البي بتقلي المقابل على الوتر بعوض المقابل على الوتر المقابل هو A C على الوتر C B يعني جذر الخمسة على ثلاثة وبروح بحسب التان التان البي هو المقابل على المجاور المقابل A C على المجاور A B يعني جذر الخمسة على ثلاثة وهو المطلوب نفس الأرقام أكيد السابقة أفسي الأجوبة طلعت معي وهي كمان طريقة سلسي وسهلة ودائماً منقدر نستخدمه هيك بنكون خلصنا تقييمنا